يعرض مشرعون ديمقراطيون حججهم اليوم الأربعاء في إطار محاكمة رئيس السابق دونالد ترامب وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد صوت لصالح دستورية محاكمة ترامب بتهمة تحريض أنصاره على اقتحام مبنى الكونغرس في السادس من شهر يناير الماضي وقد انضم ستة جمهوريين إلى الديمقراطيين في التصويت لصالح دستورية المحاكمة مجلس الشيوخ يقر بدستورية محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب بستة وخمسين صوتانة من بينهم ستة أصوات جمهورية هكذا بدأت الجلسة التسلسل التاريخي لما حدث في الكونغرس في السادس من يناير كانون ثاني الماضي معززا بفيديوهات أراد الديمقراطيون كما قالوا أن تعتمد المحاكمة على حقائق وهناك سابق في التاريخ الأمريكي لمحاكمة مسؤولان ليس على رأس عمله توصل مجلس الشيوخ إلى هذه النتيجة بشكل أو بآخر على مدى المائتي عام الماضية في مناسبات عدة أكثر من مائة وخمسين من الباحثين الدستوريين والخبراء والقضاط محافظين وليبراليين توصلوا بأغلبية ساحقة إلى نفس النتيجة أنه يمكن محاكمة وإدانة رئيس سابق واستبعاده من أي منصب دفاع ترامب بدأ ضعيفا في البداية لكنه يركز على الحجاج ذاتها محاكمة رئيس سابق غير دستورية كما أنها يقول الدفاع ستمزق الأمريكيين أعيدكم بهذا إذا استمرت العملية الجميع سيبدو سيئا ستستمتعون وترون الكثير من أعضاء الكونغريس يقولون ويفعلون أشياء سيندمون عليها لكن ربما الأسوأ بلادنا العظيمة والتي هي مثال للعالم ستكون أكثر انقساما وستنهار مكانتنا حول العالم في الأيام المقبلة سيجادل مدراء المحاكمة ومحامو ترامب بشأن مسئولية الرئيس السابق عن اقتحام الكونغريس مداولات قد تمتد لأسبوع أو أكثر قضي الأمر وصوت الشيوخ على دستورية محاكمة ترامب كما كان متوقعا انتهى يوم كسب فيه الديمقراطيون الجولة الأولى لكن المعركة تبدو أصعب منالا لهم فلا أصوات كافية في مجلس الشيوخ لإدانة ترامب حتى الآن ريمة أبو حمدية العربي واشنطن انضم إلينا من واشنطن دانيال لبمان مراسل بوليتيكو في البيت الأبيض سيد دانيال بعد وصول ترامب إلى هذه المحاكمة الثانية كان قد أفلت من الأولى ما هو السيناريو المتوقع الآن برأيك؟ أن يفلت مرة أخرى أن يكون ضغطا كبيرا على الحزب الجمهوري باعتبار ترامب أصبح خارج المعادلة بشكل ما ومن ثم يسجل الديمقراطيون نصرا حتى من دون إدانة لترامب أم ستتم إدانة ترامب هذه المرة؟ نعم في الواقع أستبعد أن تكون هناك أي تسوية بين الحزبين من الصعب التوصل إلى صفقة لكنني أعتقد أيضا بأن هناك سيناتورات من الجمهوريين لديهم قواعد شعبية لا يفضلون ترامب وعفوا يحبون أو يناصرون ترامب وربما يدفعون بمعاقبة بايدن إذا واصل هذه المحاكمة وأقر إدانة ترامب بأي معنى يمكن أن تتم معاقبة بايدن؟ اليوم الديمقراطيون هم الأغلبية ومجلس الشيوخ أقر إمكانية محاكمة ترامب ويعني هي فرصة لا يمكن التراجع عنها بنسبة لديمقراطيين ما الذي يمكن أن يخشوه من الجمهوريين بهذا المعنى الذي يتحدث عنه؟ لا أعتقد أن هناك مخاوف محددة هم يبدلون قصارى جهدهم من أجل إقناع نظرائهم بإدانة الرئيس السابق إلا أنهم بحاجة إلى أغلبية الثلثين وربما يتعدر الحصول على هذه النسبة من الأصوات لا يوجد عدد كافي من الديمقراطيين والجمهوريين أيضا من أجل إدانة ترامب المشكلة ببساطة هي مشكلة أرقام هل برأيك تجاوزت المسألة الآن دونالد ترامب في شخصه وأصبحت بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري وبالتالي لم يعد بالإمكان تجميع مزيد من الأصوات لإدانة ترامب لأنها ستكون بذلك إدانة للحزب الجمهوري نعم المعركة دائمة متواصلة مستمرة بين الحزبين هذا ليس بالأمر الجديد وربما لا نفاجأ أن هناك وجهة نظر تخص الديمقراطيين وأخرى معاكسة لدى الجمهوريين بشأن محاكمة الرئيس هكذا تسير الأمور هنا في واشنطن عادة شكرا لك دانيال لبمان مرأس البوليتيكو في البيت الأبيض اشتركوا في القناة